اشتركوا في القناة ازاي تقدر تعمل كده خطوة بخطوة وبطريقة سهلة جدا فلو انت مهتم باللي احنا هنقوله خليك معنا لحد اخر الفيديو بس قبل ما نبدأ ما تنساش تنزل تعمل لايك وسبسكرايب للقناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك من انا كل جديد مش هتقول عليكم اكتر من كده يلا بينا نشوف الشرح اهلا وسهلا بيكم مرة تانية على قناة كوكب التكنولوجيا عشان تقدر تغير موقعك اول حاجة هتحتاج تعملها هتثبت التطبيق اللي سايبلك الرابط بتاعه في وصف الفيديو وبعد ما تثبته على الكمبيوتر هتفتحه وهيفتح معك بالشكل لا اول مرة هتستخدم فيها التطبيق هيتطلب منك انك توصل الموبايل على الكمبيوتر باستخدام اليو اس بي بس بعد كده هتقدر تستخدم التطبيق من خلال الواي فاي من غير ما توصل اليو اس بي بس طبعا لازم يكون الموبايل والكمبيوتر متوصلين على نفس الواي فاي بس قبل ما توصل الموبايل لازم تفتح تصحيح اخطاء اليو اس بي من خيارات المطور وده بيكون من خلال انك بتفتح الاعدادات وبتروح على حول الهاتف وبعدين جميع المواصفات وتيجي على اصدار ميو اي تدوس عليه حوالي عشر مرات لحد ما يكتب لك انت الان اصبحت مطورة بعد كده بترجع وبتروح على الاعدادات الاضافية وتنزل تحت خالص وتفتح خيارات المطورة وطبعا لازم تتأكد ان تصحيح اخطاء اليو اس بي متفعالة وتثبيت عبر اليو اس بي بعد كده هتوصل الموبايل باليو اس بي وترجع للكمبيوتر عشان تدوس على موافق هيبدأ يحمل عشان يعمل عملية التوصيل ولما يخلص هيظهر لك الاختيارين دول وبالمناسبة التطبيق فيه مود مخصوص للعبة بوكيمون جو والمود التاني بيكون خاص لأي لعبة او تطبيق فلو انت مثلا عايز تغير موقعك على باب جي هتختار المود ده هيبدأ يحمل فهترجع تاني لخيارات المطور من على الموبايل وهتفتح تحديد تطبيق الموقع الوهمي وهتختار GPS Assistant وكده يبقى انت عملت كل الاعدادات المبدئية والتطبيق جاهز للاستخدام هترجع تاني للكمبيوتر وتستنى لحد اما يخلص تحميله وبعدين هيفتح لك الخريطة بالشكل ده من هنا هتقدر تعمل بحس على اي مكان انت عايز تروحه او تقدر تتحرك في الخريطة عادي جدا ومن هنا هتقدر تختار طريقة التنقل بين المواقع طبعا انا موقعي دلوقتي في مصر فممكن مثلا اجرب اغير موقعي لدبي فهاجي هنا في البحث وهكتب كلمة دبي وبعدين هدوس على تأكيد بعد كده هروح على الموبايل وهفتح الخريط هلاقي ان الموبايل شايف ان انا فعلا في دبي اكتر ميزة عجبتني في التطبيق ده انك تقدر تغير اللوكيشن بتاعك او تتحرك باللوكيشن بتاعك زي ما انت عايز فتقدر مثلا تختار طريقة الانتقال بالنقطة ونقطة او اكتر من خمس نقط كمان تقدر تختار سرعة التحرك عشان تظهر كأنك بتتحرك بعربية او ماشي على رجليك فزي ما انت شايف دلوقتي هيظهر لك ان انا بتحرك ورايح في اتجاه معين وانا طبعا في مكاني وما بتحركش فده كمان هيخليك تقدر تشير لايف لوكيشن كأنك رايح في مكان معين كمان في طريقة تانية لتغيير الموقع باستخدام الاسهم او الاتجاهات فزي ما انت شايف هيظهر لك الاسهم او الاتجاهات زي ما بتظهر في الالعاب وانت تقدر تتحرك على الخريطة زي ما انت عايز وطبعا كل التحركات اللي بتعملها على الكمبيوتر بتحصل معاك على الموبايل بشكل مباشر وتقدر دلوقتي انك تفتح لعبة PUBG او اي لعبة تانية والموبايل هيحس انه هو في المكان اللي انت محدده على الكمبيوتر فتقدر تستخدم اي نوع من انواع الVPN من غير ما تاخد بان زي مثلا اللي شرحته لكم قبل كده في الفيديو اللي هيزهر دلوقتي في علامة الاي اللي فوق ودي كان الطريق التغيير موقعك في الالعاب او في التطبيقات فلو استفدت من الفيديو ما تنساش تنزل تعمل لايك وسبسكرايب للقناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك مننا كل جديد قبل ما اقفل الفيديو كنت عايز اقولك ما تنساش تتابعني على صفحة الفيسبوك اللي سايبلك الرابط بتاعها في وصف الفيديو وكمان كنت عايز اشكر كل اصدقائي اللي بيكتبوا لي تعليقات اجابية وكده يبقى احنا وصلنا لنهاية الفيديو فلو استفدت من الفيديو ما تنساش تنزل تعمل لايك وسبسكرايب للقناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك مننا كل جديد بشكركم جدا لاستماعكم وبتمنى اكون في التوكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته